السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة هنحل مع بعض امتحان جميل على المحور الاول في منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زي ما اتفقنا مع بعض هيلملنا كل اللي اخدناه قبل كده وهيخلينا نقدر نبقى مستعدين للامتحان اللي عندنا ان شاء الله وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا السؤال الاول اختار الاجابة الصحيحة من بين الاقواس السؤال الاول بيقول لنا من اجهزة الادخال بجهاز الكمبيوتر قالت الطباعة ولا مكبر الصوت ولا الماسح الضوئي ولا شاشة العرض احنا اتفقنا ان اجهزة الادخال هي الحاجات اللي بندخل بيها المعلومات او الصور او الكتابة للكمبيوتر من برا يعني انا بكتب حاجة باستخدم الكيبورد بصور حاجة باستخدم كاميرا ودخل الصورة للكمبيوتر بسجل حاجة بصوتي باستخدم الميكروفون او المايك واكلم وسجل حاجة دي انتري استخدام من ميكروفون طب دلوقتي احنا عندنا قالت الطباعة دي طبعا مش قالت ادخال دي بتخرج لنا الحاجة من الكمبيوتر بنتبع بيها الحاجات اللي موجودة على الكمبيوتر يبقى دي لا مكبر الصوت مكبر الصوت بيطلع لنا الصوت اللي موجودة على الكمبيوتر ويسمعه لنا اللي هو السماعات طبعا ده لا الماسح الضوئي الماسح الضوئي او اللي احنا بنسميه السكانر لو معنا صورة وعايزين ناخد صورة منها بنروح حطنها جوه السكانر ده وهو يروح واخد الصورة وصاحبها ومدخلها لنا ونقدر نفتح الصورة دي على شاشة الكمبيوتر اه ده هنا كده الماسح الضوئي ده جهاز من اجهزة الادخال يبقى ده صح شاشة العرض طبعا زي ما عرفنا في الشرح ان هي برضو مش من اجهزة الادخال فدي غلط يبقى الاجابة الصحيحة هي الماسح الضوئي ظهرت اقلام الرصاص والحبر في عصر احنا عرفنا العصور كلها واحنا بنشرح المنهج الجميل بتاعنا وعرفنا ان اقلام الرصاص ظهرت في اول عصر خالص لان في اول عصر خالص الناس بدأت تحاول تسجل المعلومات الخاصة بحياتها والبيانات وبدأوا يسجلوا الحاجات دي على جدران المعابد وعلى الجدران اللي حواليهم وعلى الحجارة فالاقلام الرصاص من اول الحاجات اللي اختراها الانسان فظهرت اقلام الرصاص في عصر ما قبل الثورة الميكانيكية ولا الثورة الميكانيكية ولا الثورة الكهربائية ولا الثورة الالكترونية سطرين ما قبل الثورة الميكانيكية اللي هي اول عصر اتكلمنا عنه خالص في حالة العجز عن الوصول لملف او صورة بجهاز الكمبيوتر بنستخدم ايه طبعا دي من المشاكل الشائعة اللي احنا عرفنا ان هي ممكن تقابلنا لو كان عندنا ملف او صورة مش عارفين نوصلهم على جهاز الكمبيوتر بنعمل ايه بيقولك بنستخدم برنامج الورد ولا صندوق البحث ولا زر غلق الكمبيوتر وقاعدة تشغيله ولا فقرة جديدة شطرين طبعا كنا بنكتب اسم الملف ده الصورة دي او الملف ده في صندوق البحث في صندوق البحث ونبحث عنها وبنلاقيها على طول طيب من اختراعات الثورة الالكترونية الا كتبة ولا المخطوطات ولا الهاتف ولا الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب طبعا احنا عرفنا كلنا ان الكمبيوتر المحمول او اللابتوب هو احد اختراعات الثورة الالكترونية فهو ده الإجابة الصحيحة طيب للكشفة عن مكان المعادن الموجودة في باطن الأرض نستخدم إيه؟ احنا عرفنا الكلام ده في أول درس خالص الرادار ولا مقياس المغناطسية ولا الـ GPS ولا قمر صناعي طبعا احنا عرفنا أنه فيه جهاز اسمه جهاز مقياس المغناطسية اللي بعرفنا فيه معادن موجودة في باطن الأرض ولا لأ عن طريق أنه هو يستشعر ويقيس المغناطسية الخاصة بيها فالإجابة الصحيحة هي مقياس المغناطسية طيب استطاع زاوي الهمم من ضعاف البصر التفاعل مع الكمبيوتر من خلال برمجيات الكتابة ولا آلة التصوير ولا برمجيات تكبير الشاشة ولا مكبر الصوت احنا عرفنا طبعا التكنولوجيا المساعدة اللي بتساعد زاوي الهمم منها فيه حاجة بتساعد ضعاف البصر في التفاعل مع الكمبيوتر كان اسمها إيه؟ شاطرين كان اسمها برمجيات تكبير الشاشة لأنها بتكبر لهم الشاشة فتخليهم يشوفوا الكلمات بشكل أوضح وأكبر لأنهم عندهم مشكلة في الإبصار فبالتالي يقدروا يتفاعلوا ويتعاملوا مع الكمبيوتر بشكل سليم طيب عندنا وحدة المعالجة المركزية تعرف بإسم GPS ولا SCE ولا DVD ولا CPU شاطرين طبعا كلنا عرفنا إن هي اسمها CPU حتى موجودة في الصورة بتاعة الشرح CPU أو الوحدة بتاعة المعالجة المركزية أو البروسيسور زي ما إحنا عارفين فوحدة المعالجة المركزية اسمها CPU لحل مشكلة توقف الشاشة بتاعة الكمبيوتر عن عرض المعلومات والبيانات بنقوم بإذفاء الكمبيوتر وإعادة تشغيله ولا استبدال الفقرة بفقرة أخرى ولا تركه فترة طويلة ولا تغيير لوحة المفاتيح شاطرين طبعا عرفنا إن في المشكلات الشائعة لما بيقابلنا مشكلة زي دي بنعمل ريستارت للكمبيوتر أو بنتفله وبنشغله مرة تانية فده اسمه إدفاء الكمبيوتر وإعادة تشغيله وهي دي الإجابة الصحيحة لحل مشكلة عدم التمكن من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح نقوم بي تغيير فقرة التحكم ولا تأكد من توصيل كابل لوحة المفاتيح اللي هي الكيبورد في مكانه ولا غلق برنامج الكتابة ولا فصل مكبر الصوت طبعا أول حاجة بنتأكد إن الكيبورد أو لوحة المفاتيح بتوصلها في المكان الصحيح بتاعها فالإجابة الصحيحة هي التأكد من توصيل كابل لوحة المفاتيح في مكانه طيب آخر حاجة نظام تحديد المواقع العالمي نظام تحديد المواقع العالمي يعرف بي GPS أو SCE أو DVD أو CPU طبعا كلنا عارفين وموجودة على كل التليفونات الحديثة دلوقتي اسمها الGPS أو نظام تحديد المواقع العالمي اللي بنيستخدمه في خرايا جوجل وغيرها فنظام تحديد المواقع العالمي اسمه الGPS طيب السؤال التاني بيقول لك أكمل العبارات الآتية بكلمات صحيحة أول حاجة بيقول لك نستخدم برنامج المايكروسوفت وورد في طبعا إحنا كلنا عارفين أن المايكروسوفت وورد ده برنامج كتابة فبنستخدمه في الكتابة لإدخال ملفات فيديو إلى جهاز الكمبيوتر بنستخدم إيه؟ لسه إيه لها في أول الحل؟ نستخدم الكاميرا علشان نسجل الفيديوهات وندخلها لجهاز الكمبيوتر فلإدخال ملفات الفيديو للكمبيوتر بنستخدم الكاميرا لتحديد مكان الأجسام المدفونة تحت سطح الأرض نستخدم جهاز شطرين الرادار المخترق للأرض وخدنا كلام ده في شرح في أول درس من أنواع جهزة الكمبيوتر جهاز شخصي وجهاز لوحي وجهاز إيه؟ وجهاز اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر المحمول أفضل طريقة لتحليل كم كبير من البيانات إيه هي الطريقة دي؟ أفضل طريقة لتحليل كم كبير من البيانات زي ما عرفنا في درس تحليل البيانات استخراج الأنماط المتكررة نشوف إيه الحاجات اللي بتتكرر كل فترة أو كل مدة معينة فبالتالي بنقدر نتوقع الحاجات دي هتحصل إمتى تاني؟ وده بيبقى أفضل طريقة لتحليل كم كبير من البيانات الطريقة الأكثر شيوعا لمشاركة البيانات بين الأفراد هي البريد شطرين طبعا البريد الإلكتروني زي ما أخذنا كلنا تمكن زاوي الهما من التفاعل مع الكمبيوتر بفضل التكنولوجيا لسألنا فوق تكنولوجيا المساعدة زي ما عرفنا كلنا استخدمة الكهرباء لأول مرة في عصر الثورة شطرين عصر الثورة الكهربائية زي ما عرفنا كلنا الأداء التي تمكنك من إعطاء أوامر لجهاز الكمبيوتر والتحكم فيه هي طبعا هي وحدة المعالجة المركزية أو الـ CPU زي ما عرفنا كلنا الرسم البياني الأكثر شيوعا وانتشار هو الرسم البياني بالأعمدة زي ما عرفنا كلنا وأخذناه في المناهج بتاعتنا التانية في السنة دي والسنين اللي فاتت بالتالي نكون حلينا المتحان الجميل ده وهو لخص لنا كل المعلومات اللي أخذناها في المحور الأول كلها وعرفنا شكل الأسئلة ممكن يكون عامل ازاي أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس بتاع النهاردة لو فيه حاجة قفة قدامك أو حاجة ما أخدتش بالك منها تقدر ترجع للشرح وهتلاقيه موجود هما كلهم حلقتين أو ثلاثة بكتير شرحين فيهم المحور الأول كله هيساعدك كتير والأهم أن أنتوا تشاركوا الدرس مع أصحابكم علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة